احنا عايزين اهلنا لما يجوا في الاماكن دية نساعدهم اكتر مش بالفرش وعايزين نبقى معاهم عايزين نبقى معاهم عايزين نساعدهم اكتر نعلمهم افضل نجحت الدولة في انشاء مجتمعات حضارية جديدة كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاتنها حي الاصمرات واحد من تلك البدائل التي احتضنت اعدادا كبيرة منهم وغيرت مجرى حياتهم الى الافضل في اطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم دعوة جديدة قدمتها وزارة الداخلية لبراعم وشباب حي الاصمرات لممارسة جميع الانشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي حيث تم استحابهم الى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في اطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية مليون تحية للي قال حق الحياة دنيا جديدة للي عاوزت نجاة يا مصري وفيت بوعدك بالانسان يا فتحت باب أعلمني معنى الحياة نهاردة ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نيجي هنا نادي الشرطة جميل جدا وفيه حاجات حلوة جدا مش بساطة الرئيس على الدعوة ديت اللي جمعنا كلها مع بعضينا وخلنا نجا شوف الناس تحاد الشرطة واتحاد الشرطة خرمنا وشرفنا تشريح حلو وكان يوم نهارة كان جميل حياتنا بقيت جميلة جدا لما روحنا لأصمارات مكان جميل جدا وتطور جدا وبقيت متصورة جدا في دراستي وبقيت بروح أماكن جديدة الحياة بتاعت تغييرت مية في المية أنا كنت في الأول عادي ما فيش أي حاجة أصلا كاتبيني أول ما رحت الأصمارات قدمت ساعتها في النادي كل أفكار اللي كانت في دماغي تغييرت أصلا ربما لم يكن يتخيل هؤلاء البراعم والشباب أن يتم دعوتهم لقضاء يوم كهذا ولكنه الحرص من وزارة الداخلية على التواصل الاجتماعي معهم والتقارب مع كافة الفئات بخاصة قاتنوا بداء للعشوائيات فكانت فرحتهم كبيرة بالتغيير الذي حدث في حياتهم إلى الأفضل أول مرة في حياتي أجي نادي الشرطة هنا وفرحهم بصراحة أنا موجود لو نادي الشرطة والمدينة الأصمارات عامة يعني ديتني حاجة أنا مكنتش في المدينة الأولانية في المنشاة أنا مكنتش لها هناك ما كانش فيه نوادي ما كانش فيه قصور ثقافة هنا في الأصمارات في قصور ثقافة بنطلع فيها مواهبنا في النادي بنمارس الرياضة اللي احنا بنحبها شكر للينا دا وده فرصة للحياة حق الإنسان يا حلم حتى وبناه وراء العالم كله بكادة حقيقي مصر تقدر تبني إنسان من جديد ويتكون معاه شكر للينا دا وده فرصة للحياة حق الإنسان يا حلم حتى وبناه وراء العالم كله بكادة حقيقي مصر تقدر تبني إنسان من جديد ويتكون معاه بحبكم قوي قوي وشكرا جدا لليوم الجميل اللي قضيته في اتحاد الشرطة هنعرف لكم يعني إيه إنسان جديد وبلدنا تعالى وبالإرادة الخليزي عرفتنا إزاي هنبني مصر الجديد الله معاك كمل ويلا إحنا وراء كنش متخيلة الليوم هيبقى جميل كده وبجد بشكركم وبشكر رئيس وبشكر وزارة الداخلية ورحبك يا رئيس فرحانة جدا أنا نجيت قضيت اليوم ده وموجودة قصة الزابطات والزباط وفرحانة جدا وبشكر رئيس لاهتمامه بينا وهيرين لحياتنا الحقيقة أجمل وبشكره جدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر مبادرة هي الأولى من نوعها تؤكد الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يكتسب أهمية يوما بعد يوم ويوضح حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية بخاصة قاتل المجتمعات الحضرية الجديدة التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية لتوفير حياة كريمة لقاتني هذه المناطق بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على حياتنا الجديدة بشكر جدا أن أنا جيت نادي الشرطة وبشكر تياتي رئيس جدا أنه هو على الدعوة الجميلة دي شكرا أن رئيس على كل حاجة أنت عملتان اشتركوا في القناة